السلام الله عليكم أعزائي تلميذ سنة ثلاثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تستشفت لكم دعم القناة بالضغط على زال الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحباتي تقديم دروس الكتاب مدرسي اليوم صفحة رقم 86 فقط أعتذر أحباتي يعني بين قوسين طولت شوية في إنزال هاد الصفحة لأني للأسف مريضة وفلا يعني في فصل الشيساء يعني غالباً ما يصيبني الزكام الحمد لله على كل حال ونزمن لكم يعني ربي يحفظكم من سما كذلك من هاد الأمراض ومن هاد الوباء وفلا تابعوا معي أحباتي هنا كما رأكم تشوفوا في هاد الصفحة عندنا يعني هاد القسم قصة المصورة يعني مصطلح كنا شونا في سنة ثانية متوسط وكنا من خلاله نحاولوا نكتبوا قصة تابعوا معي أحباتي نبدو نقرأوا يعني هاد ركزوا معي جيداً وحاولوا أنكم تفهموا الأحداث حتى تتمكنوا من كتابة القصة يعني voilà يعني نحن نتلاقوا مع هادوك الفدائيات جدوا أجير يعني يجبوا أن أتصرفوا بسرعة كما ركزوا كما ركزوا يعني كل شيء أصبح سهل بالنسبة له جاءت سؤال أفكار أو ظهرت بعض الأفكار في رأسه وحولها إلى سيناريو أو إلى حوار يعني أصدقائي هنا عمر يتحدث مع أصدقائه قال لهم سوف ترون ثلاث أوروبيات أو ثلاث نساء أوروبيات تنزلنا في الشارع وعندما تصلنا هاد الأوروبيات حاولوا إخافته هنا وعندما وصلت الفتيات الثلاثة أمام هؤلاء الأطفال هنا شوفوا الأطفال كيفاش تصرفوا وهم يقولوا وهنا هاد وحدة منهم قالت يعني هادو يتصرفوا كأوروبيات وهنا هاد الأطفال يحاولوا يخوفوهم حتى العساكر يعني يظنوا بلي هادو أوروبيات يعني صح وفلا سال بتي فيو هنا العساكر حاولوا ترد هؤلاء الأطفال وقال لهم يعني أيها الأوغاد الصغار يعني هنا يحاك كلان يعني مهوش مليح وفلا يعني باش يبعدوا هاد الأطفال وهنا يحاك يبعدكم تصرفوا هاد الفيدائيات يعني هم يعني مع العساكر يعني ومقاموش بنتفتيش تحهم voilà نواصل هنا كذلك دو ساكاشات هاد البتي غردان يعني هاد الأوغاد الصغار موجودين في كل مكان هنا قالت له شكرا سيدي بعد قليل أو يعني فيما بعد أصدقاؤك أنقذونا أو يعني كانوا في مساعدتنا يعني هاد الكلام رح يتقول فيه هاد الفيدائية لعمر سيدي 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 هاد الشيء يبين أن تنكوركم كانوا يعني جيد جدا يعني هاد الفيدائيات كانوا متنكيرات على شكل أوروبيات إلوزان ريالما بخيزة بوردس أوروبيانا وهم اعتقدوكم حقيقة أنكم أوروبيات أوروبيانا لغة إفتان داتر فوية بار الملتار عمر انقضى حياة الفدائيات الثلاثة وجنبهم التفتيش من طرف العساكر بيان سولاجه كالسوا سان وصوف إل روين وكارتي رجواند سيزامي وإطمئن هؤلاء الفدائيات بخير وبصحة جيدة ثم رجع إلى الحي ليلتحق بأصدقائه میزامي سو كووز عاوى فى تتالى ندفرى پلو سو ربدوير سي جنشاء سن دبراف فيدائيات أصدقائه الشيء اللذي قمثن به قبل قليل لن يتكرر هؤلاء الشابات هم فيدائيات شجعات موطني موطني في ذلك الوقت أو مع ذلك لدي أنشودة وطنية لأعلمكم إياها هي موطني موطني ولا أحبتي كما شفتوا هذه الأحداث المصورة المطلوب منكم أنكم تكونوا فكرة حول هذه الأحداث ويعني ترتبوها ترتب زمني وترتب منطقي حتى تتحصلوا على القصة التاريخية في الصفحة 87 لدينا مراحل ونصائح لكتابة هذه القصة تبعوا معي لدينا مرحل ونصائح يوم الشهيد أنت مكلف أو كلفتا بكتابة قصة تاريخية حتى نكرم عمر السغير بطل الثورة الوطنية كما تتحصلوا على القصة التاريخية مكونة من 10 أسطر يعني بالتقريب تنقل فيها هذه الحلقة من معركة الجزائر التي شارك فيها عمر تندق اللي يوم مع أصدقاء يعني وتشرح الحوار أو المشاهد التي قام بها عمر يعني مع أصدقائه يعني الشيء اللي قال لهم عليه باللي يروحوا يخوفوا هدوك الفدائيات واللي هما متنكرين على شكل أوروبي تُرَكَنْتُ الْدِرُولِمُنْ دَزِيْنْمَنْ دَنْ زَنَرْنَرْ كُرْنُولُوجِيكَ وتحكي يعني مجرى الأحداث بترتيب كرنولوجي يعني ترتيب منطقي وزمني تُرَكَنْكُلُو ومع ترتيب كمان سيترميني ست ميسيون وفي الأخير تُلَخِس بدقة كيفا انتهت مهمة البتير عمر يعني المهمة اللي كيلفو بها هنا أحبتي من خلال هاد التوجيهات رحين نفهمو يعني مراحل كتابة القصة التاريخية أول شيء رحين تحددوا المكان و تاريخ هاد الحدث كذلك بعد ما تحدوا المكان والتاريخ رحين تمدوا تعريف للموضوع يعني على حسب الموضوع المطلوب منكم كيما اللي احنا عندنا لاميسيون دو بتي عمر يعني المهمة تعوه كذلك في قصص أخرى ممكن تكتبوا على استقلال جزائر أو اندلاع الثورة يعني رحين تمدوا تعريف للموضوع بعدها رحين نديروا الأحداث وترتيبوها ترتيب زمني في الأخير رحين نديروا ملخص لأهم ما جاء في هذا الحدث يعني هذا ان جنرال كتابة لرسي استوريك كريتر دو ريوسيط يعني هذا كذلك يعني نصائح لازم عليكم تتبعوها حتى تنجحو في كتابة القصة ترتيج لرسي على ترتيب يعني دائما القصة تاريخية عفون احنا كتبوها مع الزامير إيل يعني إيل هو الزامير الغائب تُمploى ديزن ديكاتر دي تن يعني تستعمل مؤشرات الزامن لتحددنا تاريخ هاد الحدث وكذلك تاريخ تسلسل الأحداث انسويت تُتليز لطن دي رسي ام پارفة بس سمبل بلس ك پارفة تستعمل أزمينة القصة التاريخية اللي هي الام پارفة لنستعملوه لوصف الأحداث أو وصف يعني الشخصيات وكذلك نستعملوه للأحداث غير المهمة أو الأحداث الثانوية لباسي سمبل نستعملوه للأحداث المهمة ولي بلس ك پارفة كذلك نستعملوه لما يكون الحدث متواصل يعني هو في الماضي ويبقى متواصل تُرَسْبَكْتْ لِدِفِرَانْتِ زيتاب دوريسي وليزم عليكم تحترمو المراحل المختلفة للقصة يعني لدبو دلس طوار يعني بداية القصة لدرولمان دلز افنمان يعني وقوع الأحداث وكذلك لفصن دلاميسيان يعني نهاية هاد المهمة أو نهاية الحدث فولا أحباتي هادو هما النصائح اللي لازم عليكم تتبعوهم بكتابة القصة التاريخية راح نشوفوا مع بعض نموذش يعني راح نلخصوا فيه هاد لابون ديسيني اللي شفناها مع بعض كذلك في فيديوهات أخرى إن شاء الله راح نقدموا وضعيات إدماجية خاصة بهذا الموضوع شجاعة أستغير عمر في معركة الجزائر هادو أحباتي لازم عليكم كسبو كذلك العنوان ان 1957 دان لماتن سور لارو دي عبدالرامس لپتي عمر رفليشيسي عن سيناريو pour ايدي لتروى فام في سنة 1957 في السباح هنا حددنا الزمان سور لارو دي عبدالرامس يعني هنا حددنا المكان لپتي عمر كان يفكر في يعني فكرة أو يعني فشي حتى يساعد النساء الثلاثة هنا يعني مدينة فكرة حول الموضوع إل دماندا لادة دي سيزاني وطالبا مساعدت أصدقائه كن لتروى فام آريفر أو نيفو دي زنفان إل قمنسر آورلي إكري وعندما وصلت النساء الثلاثة أمام الأطفال بدأوا في السوراخ وفي يعني في الهوتاف تحيا الجزائر يعني هما قاموا بهذا الفعل حتى خوفوا هذوك النساء يعني اللي كانوا شبهوا للأوروبيات Voilà Les soldats français prirent les fidائيات كم دي زنفان آقاوز دي زنفان وعندما الغساكر الفرنسيين تبرو هؤلاء الفدائيات كا أوروبيات بسبب سنكوريهم Les femmes passèrent la route silencieusement et arrivèrent سين et سوف à leur rendezvous النساء مررنا على طريق بكولي هودو ووصلوا ووصلنا يعني سالمات وبصحة جيدة إلى موعدهن La mission était réussie grâce l'intelligence et le courage du petit عمر المهمة نجحت بفضل ذكاء وشجاعة السغير عمر بهذا نكون أحبة بصنا لنهاية صفح رقم 86 و87 يعني هذا فيما يخص كتابة L'Eurestie Historic voilà لازم عليكم يعني تتبعوا هذه المراحل ويعني تستعملوها في جميع الكتابات فقط الشيء اللي لازم عليكم تركزوا عليه هي تذكروا تاريخ ومكان وقوع الحدث يعني تمدوا تعريف يعني شامل لهذا الحدث المطلوب منكم مثلا عيد الاستقلال أو اندلع الطورة أو كما في هذا المثال عندنا La Mission de Petit Romare بعدها رايحين تذكروا بعض الاحداث التي وقعت وفي الاخير تمدوا خاتمة يعني ملخصة لهذا الحدث وهنا انصحكم احبتي انكم تتخيلوا المشهد أو تتخيلوا الحدث يعني تحطوا انفسكم داخل هذا الحدث يعني حتى يجيكم الافكار وتقدروا تعبروا عليها يعني لما تكون عندكم الفكرة تعبير فيما بعد تعبير الكتاب سيجيكم سهل فقط لازم عليكم تنتابه يعني لازمينة تصريف الافعال ورح تكون الكتاب بتعكم جيدة جدا ولا احبتي اعتدل فقط في الاخير لان صوتي راه تعبير الزهف يعني معلش المهم وفي فيديوهات اخرى باذن الله رح تكون وضعيات اندماجية خاصة حول هذا الموضوع اللي هو التاريخ الجزائري بهذا يعني نكونوا صند لنهاية هذا الفيديو اترككم في رعاة الله وحبته وسلام الله عليكم اشتركوا في القناة